بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الخامس والخمسون بعد المئة الثانية الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الشيخ رحمه الله في بيان مرض القلوب وشفائها قد ذكرنا في غير موضع أن صلاح حال الإنسان في العدل كما أن فساده في الظلم وأن الله سبحانه وتعالى عدله وسواه لما خلقه وصحة جسمه وعافيته من اعتدال أخلاطه وأعضاءه ومرض ذلك الانحراف والميل وكذلك استقامة القلب واعتداله واقتصاده وصحته وعافيته وصلاحه متلازمة قد ذكر الله مرض القلوب وشفاءها في مواضع من كتابه وجاء ذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم قال تعالى ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم وذكر آيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود إن أحدا لا يزال بخير متق الله وإذا شك في تفسير شيء سأل رجلا فشفاه وأو شك أن لا يجده والذي لا إله إلا هو وما ذكر الله من مرض القلوب وشفائها بمنزلة ما ذكر من موتها وحياتها وبصرها وعقلها وصمتها وبكمها وعماها لكن المقصود معرفة مرض القلب فنقول المرض نوعان فساد الحس وفساد الحركة الطبيعية وما يتصل بها من الإرادية كل منهما يحصل بفقده وكل منهما يحصل بفقده آلم وعذاب فكما أنه مع صحة الحس والحركة الإرادية والطبيعية تحصل اللذة والنعمة فكذلك يحصل بفسادها الآلم والعذاب ولهذا كانت النعمة من النعيم وهو ما ينعم الله به على عباده مما يكون فيه لذة ونعيم قد قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أي عن شكره فسبب اللذة إحساس الملائم وسبب الآلم إحساس المنافي ليس اللذة والآلم نفس الإحساس والإدراك إنما هو نتيجته وثمرته ومقصوده وغايته فالمرض فيه ألم لا بد منه وإن كان قد يسكن أحيانا لمعارض الراجح فالمقتضي له قائم يهيج بأدنى سبب فالمقتضي له قائم يهيج بأدنى سبب فلا بد في المرض من وجود سبب الآلم وإنما يزول الآلم بوجود المعارض الراجح ولذة القلب وألمه أشد من لذة الجسم وألمه أعني ألمه ولذته النفسانيتان وإن كان قد يحصل فيه من الآلم من جنس ما يحصل في سائر البدن من مرض الجسم فذلك شيء آخر ولذلك صار مرض القلب وشفاءه أعظم من مرض الجسم وشفاءه فتارة يكون من جملة الشبهات كما قال تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض في قلوب المنافقين المرض من هذا الوجه ومن هذا الوجه من جهة فساد الاعتقادات وفساد الإرادات والمظلوم في قلبه مرض وهو الألم الحاصل من ظلم الغير له فإذا استوفى حقه اشتفى قلبه كما قال تعالى ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم فإن غيظ القلب إنما هو لدفع الأذى والألم عنه فإذا اندفع عنه الأذى استوفى حقه واستوفى حقه زال غيظه فكما أن الإنسان لا يسمع بأذنه ولا يبصر بعينه ولا ينطق بلسانه كان ذلك مرضا مؤلما له يفوته من المصالح ويحصل له من المضار فكذلك إذا لم يسمع ولم يبصر ولم يعلم بقلبه الحق من الباطل ولم يميز بين الخير والشر والغي والرشاد كان ذلك من عظم أمراض قلبه وألمه كما أنه إذا اشتهى ما يضره مثل الطعام الكثير في الشهوة الكلية ومثل أكل الطين ونحوه كان ذلك مرضا فإنه يتألم حتى يزول ألمه بهذا الأكل الذي يوجد ألما أكثر من الأول فهو يتألم إن أكل ويتألم إن لم يأكل وكذلك إذا بلي بحب من لا ينفعه العشق ونحوه سواء كان لصورة أو لرئاسة أو لمال ونحو ذلك فإن لم يحصل محبوبه ومطلوبه فهو متألم ومريض سقيم وإن حصل محبوبه فهو أشد مرضا وألما وسقما ولذلك كان المريض إذا كان يبغض ما يحتاج إليه من الطعام والشراب كان ذلك الألم حاصلا وإن كان دوامه على ذلك يوجب من الألم أكثر من ذلك حتى يقتله حتى يزول ما يجب بغضه لما ينفعه ويحتاج إليه فهو متألم في الحال تألمه فيما بعد إن لم يعافه الله أعظم وأكبر فهو متألم في الحال وتألمه فيما بعد إن لم يعافه الله أعظم وأكبر فبغض الحاسد لنعمة الله على المحسود كبغض المريض لأكل الأصحاء ليطعمتهم وأشربتهم حتى لا يقدر أن يراهم يأكلون ونفرته عن أن يقوم بحقه كنفرة المريض عما يصلح له من طعام وشراب فالحب والبغض الخارج عن الاعتدال والصحة في النفس كالشهوة والنفرة الخارج عن الاعتدال والصحة في الجسم وعمل قلب وبكمه أن يبصر الحقائق ويميز ما ينفعه ويضره كعمل جسمي وخراسه عن أن يبصر الأمور المرتبة ويتكلم بها ويميز بين ما ينفعه ويضره كما أن الضرير إذا أبصر وجد أن الراحة والعافية والسرور أمرا عظيما فبصر القلب ورؤيته الحقائق بينه وبين بصر الرأس من التفاوت ما لا يحصيه إلا الله وإنما الغرض هنا تشبيه أحد المرضين بالآخر فطب الأديان يحتذي حذوى طب الأبدان إلى أن قال الشيخ رحمه الله فمرض الجسم يكون بخروج الشهوة والنفرة الطبيعية عن الاعتدال إما شهوة ما لا يحصل أو يفقد الشهوة النافعة هو ينفر عما يصلح ويفقد النفرة عما يضر كذلك مرض القلب يكون بالحب والبغض الخارجين عن الاعتدال وهي الأهواء التي قال الله فيها ومن أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وقال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم كما يكون الجسد خارجا عن الاعتدال إذا فعل ما يشتهيه الجسم بلا قول طبيب ويكون لضعف إدراك القلب وقوته حتى لا يستطيع أن يعلم ويريد ما ينفعه ويصلح له وكما أن المرض الجهال قد يتناولون ما يشتهون فلا يحتمون ولا يصبرون على الأدوية الكريهة لما في ذلك من تعجيل نوع من الراحة واللذة ولكن ذلك يعقبهم من الآلام ما يعظم قدره أو يعجل الهلاك فكذلك بني آدم هم جهال ظلموا أنفسهم استعجلوا أحدهم ما ترغبه لذته ويترك ما تكرهه نفسه مما هو لا يصلح له فيعقبهم ذلك من الآلم والعقوبات إما في الدنيا وإما في الآخرة ما فيه عظم العذاب والهلاك الأعظم والتقوى هي الاحتماء عما يضر بفعل ما ينفعه فإن الاحتماء الضار يستلزم استعمال النافع وأما استعمال النافع فقد يكون معه استعمال الضار فلا يكون صاحبه من المتقين وأما ترك استعمال الضار والنافع فهذا لا يكون فإن العبد إذا عجز عن تناول الغذاء كان مغتذيا بما معه من المواد التي تضره حتى يهلك ولهذا كانت العاقبة للتقوى وللمتقين لأنهم المحتمون عما يضرهم فعاقبتهم السلامة والكرامة وإن وجدوا ألما في الابتداء لتناول الدواء والاحتماء كفعل الأعمال الصالحة المكروهة كما قال تعالى كُتِب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ولكثرة الأعمال الباطلة المشتهاة كما قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وكما قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وأما من لم يحتمي فإن ذلك سبب لضرره في العاقبة وبهذا تنتهي هذه الحلقة فإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة